موسيقى جريمة حريق المجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من آب عام 1969 التي نفذ الارهابي صيوني الإسرائيلي دينيس مايكل روهان تمثل أبرز حادث يدل على نوايا ومخططات الاحتلال الإسرائيلي لهدم وتدمير المجد الأقصى وبناء هيكل مزعوم على أنقاضه بعد أن وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في السابع من حزيران عام 1967 على طريق المشروع الصيوني المستهدف للقبلة الأولى الزعم بأنه لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل فإن حريق المسجد الأقصى المبارك حقيقة لم يتوقف ولو لدقيقتين واحدة فالنيران ما تزال مشتعل فيه منذ 47 عاما عبر ألسنة نيران الاقتحامات والتدنيسات والحفريات والأنفاق والتهويد والاستطان والتي تشكل خطرا يستهدف المسجد الأقصى على مدار الساعة 47 عاما على هذه الجريمة ومحاولات سلطات الاحتلال لم تتوقف لتدمير وتخريب المسجد الأقصى وغيره من المقدسات والمعالم التاريخية الإسلامية والمسيحية استمرارا للمخطط الصهيوني الرمي إلى توييد الجغرافية والتاريخ في فلسطين المحتلة وتغيير الوقاع والحقائق على الأرض بدعم غربي كامل وصنط دولي مهبط ترجمة نانسي قنقر